أنشلت مبارح تكلم عن تاريخ النادي الأهلي كنادي من أكبر أنديت العالم وتكلم على جماهيره العظيمة وتكلم على أنه عارفين أنه عنده جماهير بتحب النادي بجد هي جماهير النادي الأهلي بتحب النادي بجد بتعشق النادي الأهلي بتعشق اللون الأحمر بتسفر مئات الأميال عشان تشجع فريقها عشان تأذر اللعيبة عشان قدامها حاجة واحدة بس فرحتها الحقيقية لما تشوف الفريق على منصات التطويق وبتردد أغانيه بقى الشهيرة فوق والأهلي طلع عمره فوق ودايما معاه روحنا في داه وفي أي مكان بنروح وراه من تلتة شمال بنهز جباله وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال فريق كبير فريق عظيم أدي له عمري وبرضه قليل على فكرة الكلام ده جمهور الأهلي صادق فيه صادق جدا فيه كمان جمهور الأهلي دحماه على الحلوة والمرة معاه عمري ما حب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني دايما معاه والآخر الكون عمري عشان الأهلي يهون هو ده أو هي دي جمهور النادي الأهلي ولما بتتقال بتتقلم القلب بتتقلم القلب يعني يعلم ربنا وأنا بقولها دلوقتي كأني واحد فعلا من جمهور النادي الأهلي اللي كانت في المدرجات معانا طبعا على الشاشة بعض الكواليس من هناك لكن اللي أنا عايز أقوله بقى في المدرجات اللي هي زي دي المدرجات اللي زي دي بيبقى فيه نوع من أنواع القلب لللعيبة أنا بكلم على اللعيبة ولكن بيبقى فيه نوع من أنواع الثقة بالنفس لأن إحنا النادي الأهلي إحنا النادي الأهلي صحيح حقيقي الماتش مش هيكون سهل ماتش صعب جدا جدا على الفكرة أنشلوت حتى قال مبارح إيه في المؤتمر قال المباراة متكافعة المباراة بين فرقتين كبار النهاردة فعلا عندنا عملاق أوروبي بيضم النغبة من نجوم العالم أيوة نجوم العالم لا تقول لي بقى مش عارف مين ناقص ومين غايم انت بتتكلم على فريق ريال مدريد اللي القيمة التسويقية بتاعته قريبة من المليار دولار يعني تقريبا ميزانية دولة لكن إحنا في الملعب كمان النادي الأهلي إحنا لعيبة النادي الأهلي النادي الكبير النادي صاحب التاريخ النادي صاحب الأمجاد صاحب البطولات صاحب الأرقام القياسية إحنا هنحترم الريال كفريق من أقوى فرق العالم لكن مش هنخاف مش هنخاف ده هيكون سلاحنا النهاردة عشان نقدم أفضل مستوى ويكون فعلا مباراة للتاريخ كلنا على ثقة النهاردة إن النادي الأهلي هيقدم أداء جاية بصوا بعد ما شفت النهاردة التشكيل يمكننا كتير جدا مننا كان متوقع إن ميستر كولر حيلعب بتلاتة فلات في نص الملعب علشان يعني الأسلوب الدفاعي هو اللي طغي شوية عشان يقف النص الملعب على فرقة ريال مدريد لكن اللي إحنا شايفينه ميستر كولر شكله حيلعب بأداء متوازن النهاردة ما بين الدفاع وبين الهجوم وده اللي ميستر كولر قالهم برح في المؤتمر لعبت النادي الأهلي أتوقع إن مش هيكون عليهم ضغوط كبيرة النهاردة النهاردة لعبت النادي الأهلي إن شاء الله حيلعبه بأريحية وده اللي حيخلينا النهاردة إن شاء الله نقدم أداء جيد يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي اللي يام أقدم مباريات طيبة أمام الأندية الأوروبية